اه بالنسبة بقى اللغة الانجليزية او برضو كل اللغات يعني اللي هنطق اللي احنا نقوله عن اللغة الانجليزية هو اللي في الاطالي هو الاسباني والفرنساوي نفس الطريقة لين احنا عندنا المنهج عبارة عن قصة كلمات قواعد الطالب بيجي في الفترة قبل الامتحانات دي بيحسوا ان ينسي كل حاجة بيحس ان هو نسي تاريخ وفيزياء وكل حاجة ولكن هي المعلومة موجودة وبتسترجع وقت ما بتناشط يعني معلومة موجودة بالفعل ده عند الذاكر يعني وبتسترجع وقت ما تناشط احنا هنقول له هو هيراجع الانجليزي الانجليزي قبلي يوم ونص بيبقى في الفترة بتاعة مذاكرة العربي بيبدأ يذاكر عربي ويذاكر المادة المزنوعة عنده في الجدل يعني احنا لو قلنا هيبدأ يذاكر من بكرة مثلا هو فضله حوالي عشر تيام تقريبا عن امتحانس نازل فاضل لا حوالي عشر تيام اعم فنقول اخر خمس تيام هيذاكرهم عربي بس لكن في الخمس تيام دول هو بيذاكر عربي مع المادة المزنوعة فيها في الجدل من مواد المزنوعة في الجدل الانجليزي مني قدام يوم ونص أو يومين بكتر او بيبدأ يذاكر المين بوينتز يقرأ بصفة عامة مثلا فصل القصة هياخد الفصل يقرأ ككل وبيعمل بوينتز معينة اللي هي الاسئلة اللي موجودة في نهاية كتاب القصة المدرسية بيحفظ السؤال بيجابة بيقرأ الكوتيشنز الاخضل في القصة انه يفهم الفصل بيكلم عن اين يحفظ المين بوكاب الكلمات اللي هو هيعبر بيها في كلمات ممكن تقابلوا الاول مرة هو لو فهم التكست بيقول ايه يبدأ يعبر وهو حافظ الكلمات المطلوبة بيقدر يعبر عن اجابة السؤال هنيجي الجرامر ما فيش في حاجة اسمع حافظة في الجرامر الجرامر بيتفهم ومن خلال كتابة البراجرافات من خلال حلوه للورك بوك او الامتحانات السابق انا عايز اقول ان اهم حاجة في الفترة دي الولد على مدار السنة حل امتحانات كتير هيمسك الامتحانات اللي حلها يقراها بحلها يمسك الامتحانات اللي حلها يقراها بحلها طالما واسك من الاجابة ويبدأ يحاول يشوف نسخ منها مش محلولة قبل كده بحيث ان هو لو بيجاوب في الفترة دي ايه المرجعية لي ان اللي هو اللي جاوبه ده صح لازم يكون عنده مصدر واسك في اجابته اختيار اللي يضمنه ان الاختيار ده صح او حل ال find the mistake ده صح يبقى هو اول حاجة عنده كتاب الورك بوك الورك بوك صحح لنفسه الطالب النص نص في طلب يعني الطلبة طبعا مستويات في طلبة شطار جدا ممكن يبدأ يحل ويصحح لنفسه انا بنصح الطالب ومتوسط والاقل من المتوسط ان يمسك امتحانات مصر من 2011 ل 2015 اللي هو السناد السودان دور اول يمسك الامتحانات دي يقراها بحلها يقراها بحلها مرة ويبدأ بعد كده يصورها مرة تانية ويحلها من غير ما يكون محلولة يراجي صحح من محلول بالنسبة لي للفوكاب ما ما فيش وقت ان هو يحفظ الكلمات بالكامل يحفظ كل واحدة هما عارفين ان اول اربعين كلمة في اي كتاب خارجي هما كلمات الاهم كلمات في الواحدة هيبدأ اول خمس وحدات الاربعين كلمة كاملين من بعد الوحدة السابعة الكلمات بدأت تكرر فيبدأ الاربعين كلمة يوصلوا خمسة وعشرون ساعات خمستاشر في الاول واحدة من اول واحدة تلاتتاشر كلمات بتبقى ليلة جدا يبقى هو هيجي مسلا على البراكرافات ما يبقاش اول براكراف بيحله هو لفرقة الاسئلة النصيح اللي انا اخذناها بالنسبة لحل البراكراف ان هو يبقى منصق الورقة واخد الهمش اللي احنا قلنا عليه محدد الزمن اللي هو يكتب فيه عمل في دماغه من بوينتز يكتب منها زي بالزبط الافكار اللي تقوم موجودة في موضوع التعبير في العرب طبعا ذا اكيد دلندة طبعا ذا IN honno مصري باجاباته دا هو ميس مي نزيلا اصلا هي نزلت العدد اللي فات كل الامتحانات من 2011 ل 2015 ودي كانت ضربة ج Belgian منا يعني بشكرة علي sight التراجم بقى هنيجي عندي تراجم الولد يقرى تراجم صدقوني بإجابتها ويبدأ يجرب نفسه يعني برضو الطالب المتفوق والتوبرز كلهم يبدأ يحل ويصحح من حل الموجود ولكن الطالب النص نص والأقل من النص نص أقل المتوسط يعني يبدأ يقرأ الأسئلة بإجابتها وما يقرأ السؤال ويجابه سؤال لا يقرأ حوالي 15 سؤال بإجابتهم وبعدين يبدأ يعمل تسل نفسه يبقى الفترة اللي جادي هي فترة حل المتحنة